السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم في برنامجكم فنون تربوية ومع الحلقة رقم 16 وهي بعنوان أهمية تربية الأبناء بالقصة لا شك إنه القصة أمر محبب للكبار والصغار لأي حد في أي سن يحب القصة حتى إحنا يا جبار يعني لما بنبقى في خطبة جمعة والخطبة بيبقى فيها قصة بتبقى أنت قاعد حتى مستمتع ومنتبه وواعي وفاهم القصة بتفهم الإنسان بشكل عام اللي ما يفهمهولوش الكلام العادي يعني ما بالك بالطفل تمام فالقصة بالنسبة للطفل يعني حاجة محببة جدا وليها فوايد كتير جدا يكفي إنه القصة منهج رباني في تربية البشر يكفي إنه ربنا سمى صورة كاملة بصورة القصص يكفي إن القرآن أغلبه قصص وده خطاب الله للبشر خطاب مقنع خطاب جميل خطاب يعني راقي ورائع ورائق طيب القصص أسلوب تربوي ناجح لإنه أنت ممكن تقدر توصل بالقصة اللي أنت مدرش توصله بالحوار العادي والجميل في الخصة في تربية الأبناء إنه أسلوب غير مباشر يعني لما تيجي تقول حاجة مباشرة للولد ممكن يعاند ويقاوم لكن لما يسمع إنه بطل القصة عمل حاجة معينة وبطل القصة ده محبوب ونجح وعمل حاجات حلوة جترة جدا إنه الناس بتحبه فهو بالتقمص يقول لك طب أنا ليه مكنش زيه فيعمل الحاجة من غير مطلوبها منه بشكل إيه مباشر في القصة يعني هنشوف قدام شوية كده إنه بتعالج مشكلات سلوكية حتى العناد مثلا بتعالجه بشكل جميل جدا ومن غير أمر إيه مباشر يعني من فايد القصص بالنسبة ليه الأطفال إنها بتزود معدل النمو العقلي بتزود خبرات الحياة بالنسبة للطفل بتخلي الطفل ينضج يكبر بهذا الشكل لإنه في حد يعني المخز يتشد بفكرة ما يرجعش زي ما كان وبالتالي في طفل سمع قصص كتير وعنده مكتبة كده في البيت لخص الأطفال من أول كي جي وان وكي جي تو والأبدأي وتاني وهو وفي حد عنده يعني نقول جفاء معرفي حد كده عنده يعني جد معرفي وبالتالي جد بوجداني والتاني جد بسلوكي يعني حياته كلها فرغة لإنه الحقيقة ما أراش لإنه أول كلمة بديننا إقرأ سواء بقى الطفل حينقراله أو يقرأ علشان نعلمه بالقصة القصة كمان من مزاياها في التربية إنها بتنم الخيال والطفل كده كده من 2 ل 6 أو ما قبل 7 يعني بيبقى الخيال عنده خاصة فبالتالي أنا بنم الخيال بخيال وبالتالي الطفل بدل ما خياله يروح في حاجات فيها مخاوف أنا بخلي خياله بوجهه بشكل إيجابي بشكل إبداعي فالخيال هو بداية الإبداع كمان من فوائد القصة إنها يعني بتعلم الطفل طرق جديدة لحل المشكلات يعني بدل ما إيه يمروا بمشكلة معينة لأ ما هو أبطال القصة مروا بنفس المشكلات دي وحلوها بطرق معينة وبالتالي هو لما يمر بمشكلة ما تبقاش أول مرة لأ ده أبطال القصة عنده مروا بالمشكلة دي كتير وحلوها بطرق مختلفة فالطفل لما يقع فيه مشكلة هو عنده مخزون معرفي عنده حلول جاهزة عنده فولدر عنده ملف كده لحل كل مشكلة من خلال القصة طيب تخيل فيه طفل ما سمعش قصة ولا سمع حلول المشكلة اللي كانت جوه القصة وفجأة مر بالموقف حيبدأ يعني إيه يفتاكز بقى يعني يبدأ بقى يقلف حيبدأ يحاول إنه طب لو ما فيش خبرات حتى من التواصل الأسري فإنها تبقى فيه مشكلة معاه فإنه ممكن حلوله تبقى غلط وممكن تسبب له مشاكل كتير جدا الحقيقة إنه فيه أمها تيجي تقول لي أنا مش عارف أتكلم معاه فيه يا ستي ده فيه آلاف القصص ممكن تعملي حوار مع طفلك من خلالها فإنه بصراحة بناء القصة مفيدة في فكرة إنه أنا بخلي الأم تقعد مع الإبن يعني فكرة إنه أنا بخلي الأم تتواصل معاه فرصة إنها تتحاور معاه بهذا الشكل وبتكسب الأطفال مهارات لغوية لأن في بعض الأطفال الأم لما تبقى قعدة وسكتة ومكتئبة ومخنوقة وما بتتواصلش مع ابنها وإلى آخره الطفل بيبقى عنده نقص في المهارات اللغوية فبالتالي ممكن يتكلم بدري مع إنه يساعد الطفل على الكلام برضو بس ممكن طفلي يتكلم حروف كلمات لكن كجمل يتكلم جمل ماشي ما فيش مشكلة لكن كحصيلة لغوية كما يعني محصول معرفي ده بيسبب له مشكلة بعد كده حتى في التواصل ما بيقاش قادر يلاقي بدائل للألفاظ علشان يقدر يتعامل بيها سواء كان بعد كده مدرس أو محامي أو مزيع أو أي لآخره يعني طيب القصة من مزاياها في التربية إنك بتغرس من خلالها قيم أخلاقية وقيم تربوية ممكن ما تقدرش تقولها بشكل مباشر يعني لأن الطفل ممكن ما يستوعبش معنى الآية والحديث لكن هو حاليا قبل سبع سنين بالذات هيستوعب المعانى البسيطة اللي هتيجي في القصة لأن الطفل بيعرف يعني السلوك الخطأ والصحيح الحلال والحرام يعني بعدين ما بعد سبع ودلوقتي بيعرف إزاي الصح والغلط من خلال رد فعلنا من خلال رد فعل أبو البطل في القصة وبالتالي هو وكأن حضرتك يعني هو ده رد فعلك أنت وبالتالي اتعلم قيم أخلاقية كتير جدا يعني يعني هيتعلم الصدق والأمانة والتعاون وكل الفضائل اللي ممكن محتاج حضرتك تغرسها في نفس الطفل ابدأ أغرسها من خلال القصص وهتلاقي ما شاء الله في ناس عاملة قصص بألوان وقصص مصورة يعني بصرية بقى يعني هتلاقي فيها مجرد صور وكلمتين والطفل بعد كده ممكن يحكيها لك ده ما عرفش يقرى يا دكتور ده في ربعة يعني عنده أربعة سنين لأ حيقرها لك من خلال الصور إنه فلان مش يجنب فلان وعمل كذا وكذا وكذا فهتلاقيه إيه حفظها يعني لما حتدرب ابنك على القصص حتدرب على الحب القراءة بشكل عام وبالتالي حتدربه على المذاكرة ما هو في طفل يقول لك إيه أنا محبش القراءة ما هو ما تدربش عليها فقد الشيء العطير وفي نفس الوقت وققق إنها البدايات للمذاكرة مش أنتم بتعانيوا مع الأولاد في المذاكرة أحيانا طيب إيه رأيك لو أنت بدأت معها بالقراءة وجبت له قصص مع كل سن كده وبتاع فحتلاقيه بعد كده في المذاكرة حتلاقيه بيقرأ لأنه تدرب على القعدة وتدرب على الإراية وما شابه يعني طيب حتلاقي في طفل بيحيرك لما يجي ينام طيب ما تقري قصة قبل النوم ما هو برضو أسلوب العلاج إيه رفض النوم طيب طفل عنيد لا هتقرأ له قصة الطفل المطيع وتحط له فيها كل الوسائل اللي ممكن تخليه قلد الولد المطيع وحتوصل رسالة حب للابن من خلال القصة وحتنمي عنده مهارة التواصل لأنه هيقدر من خلال القصة يحكيها الحد وممكن يحكيها العم والخلته وكذا فهتنمي مهارة التواصل غير طفل تاني ما عندهش حاجة يقولها هتنمي عند الطفل يعني الحس والذوق الرفيع لأن القصة بيبقى فيها برضو تزوق فني وادبي فيه أمهات بتقول لي أنا مش عارف أشغل وقت الأولاد إزاي يا ست جزء من شغل الأوقات القصة القصة على الأقل قصة اثنين ثلاثة يومين غير قصة قبل النوم القصة هتخلي الطفل فرغ التقاطل السلبية في الخيال برضو وزي ما قلتلك هتقلل من التجارة بالخاطئة لأنه أبطال القصة مروا بمواقف وحلوها بطريقة إبداعية القصة ممكن تعالج بها كتير من المشكلات النفسية السلوكية للأطفال زي ما قلتلك زي العناد أو زي السرقة أنت عندك السرقة في طفل أمين وطفل صارق فحكي له قصة الطفل الأمين تحب تكون مكان الطفل الأمين ده ليه علشان هو كذا وكذا تسم بالأمينة وعمل كذا ورجع الحاجة اللي معرفش مين وبتاع فأنت بتعالج السرقة بشكل بسيط يعني حتى عشان ما تعرضش الطفل أصلا للسرقة أو الكذب أو ما شابه يعني برضو قصة الطفل الصادخ وقصة الطفل الكذوب فبالتالي أو الكذاب فبالتالي حيبقى هو يتقمس شخصية مين فيهم وتقوله حكيه للقصة تاني يقوله تحب تكون مكان مين وليه الكبر برضو حكي له قصة عن التوضع الأنانية هتحكي له قصة عن العطاء فرط الحركة وتشتت الانتباه هتلاقي أنه الطفل بتشتت على طول على طول وانت عايز تقعده فهو أكتر حاجة تقعده ممكن القصة والقصة المصورة انك انت تحكيها له وتحكيها له بطريقة لذيذة وتحكيها له بطريقة مشوقة وتختار القصة المناسبة لسن الطفل مش أي قصة تناسب مع أي حد لا لازم تكون قصة فيها تشويق ويكون فيها مقدمة وموضوع وخاتمة وانت بتنهيها كده انهيها بشكل جميل فبالتالي الطفل يتشوق للقصة اللي جاية ممكن بتقطعها زي المسلسل لانتحكي قصة جزء منها وبعدين تكمل الجزء التاني بعد كده للقصة المهم انه التربية بالقصة من أفضل فنون التربية شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته